أحد الممتلة قامت بجلبة داخل مطار مدينة موراكش وعرضت المضافين بالمطار المذكور لإهانة حسب هذا الشكل وحسب مقتضيات الفصل 163 قد ينتظروا بأن أحكام تكون أحكام منطقية كما سبقت وقلت أن كتار تلقل قلاء وكتار هذا الشجل الميجا فأنا شخصيا صدقيني كان دخول لحباست وكان هرب حالي يعني كان بقاش قدر نقلس نصعف مو تليفون نهار كامل لأن الحياة مشية الميجا مشية الإنستغرام مشية الفيسبوك الحياة بعيدة وأعمق من هالشي تبتت أن هناك مجموعة ديال الأحكام مؤخرا لما تتغازل أشخاص المشهورة أو شخصيات المشهورة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كيف الحال كانت مننا تكونوا بخير وعلى خير كريمة لغاية البوليس اعتقلوها ودوها المركز الشرطة كيحققوا معاها هذا هو الخبر اللي الدولة وبالزادية القنوات الكبيرة وكذلك شفناها في بعض الصحف وبالزادية الناس ما كيهضروا غير على هذا الموضوع هذا طب هذه الحلقة نرى غادي ياخد مجرأة وغادي تكون هناك متابعة فأيش وقاع واش فعلاً اعتقلوها وعلىاش اعتقلوها هادش كله غادي نوضحو في هذا الفيديو هذا فعلى ما يبدو ان الفنانة كريمة لغاية كانت مصفرة وعلى حسب ما يقولوا ان الصفر كانت عنده علاقة مع العامل دياله وتجهت للمطار لان الصفر دياله سيكون في واحد المدينة اللي هي بعيدة فمن كانت كتدفع الباقاج دياله وكتوري الوراق دياله وقاع لواحد الخيلات اللي كبر لواحد درجة كبيرة ومعرفتش علاش مع واحد الموضف طابعة الحال ايهانة موضفر انا نصوص عليها في قادم في مقتضيات الفصل 163 وحددات الاشناء هو الموضفر وبمناسبة هذا العمل دياله تعرض للإيساءة بالإشارة بالعبارة بأي الأمور الحاطة من القيمة دياله من الكرمة دياله وبطابعة الحال أي فعل تيمس هؤلاء فالمشريع تتعرض ليه المشريع بنصوص زجرية وبطبيعة الحال نيابة العمرة تتخذ بهذه المعطاية وتتخذ مجاة في محضرة القضائية وتتخذ بوسائل الاقتناع وتدين المتابعة وتتحلم من فتح القضاء التي تتخذ الأحكام لتكون دائما عنوان ديال الحقيقة ولا حسب ما يقولوا أنها قامت بالإيهانة دياله وقالت له وش ما كتعرفنيش أنا شكون الكلمة اللي استفزتوا بزاف وخلتوا يخرج على العقال دياله وقد ما كانوا الناس دخلهم بخيط بياض وكيحاولوا الأمور ما توصلش للبوليس أو لا تكبر إلا أنها للأسف وصلت وكل شي ده بكي تتكلم عليهم وفعلاً وصلت للدرجة أنهم اتدخلوا البوليس وجاءوا واعتقلوها الواحد المدة اللي هي محددة اللي فيها خدوا الأقوال دياله وكذلك الأقوال ديال الشخص اللي كان وقع لمعاها الخلاف وعلى حسب ما كيقولوا أنها هنتو والإيهانات كلها مسجلة بالكاميرا وعندهم شهود على ذلك كريمة الغايت اللي كتشوف أنها مظلومة وأنها مدار توالو حتى القطرصة في واحد الورطة اللي هي كبيرة بخصوص الميل في ديال الفنانة بخصوص أن حسب هذا الشكل وحسب مقتضيات الفصل 163 قد ينتظروا بأن أحكام قد تكون أحكام منطقية وبطبيعة الحال المغربي القضاء المغربي لا يغازل أي أحد تبتات أن هناك مجموعة ديال الأحكام مؤخراً لما تتغازل أشخاص المشهورة أو شخصيات المشهورة وإنما القضاء المغربي يعني يطبيق القانون ولا يتأثر لا بالشخصية ولا بالشريعة العام التعصبت وما بقت شي عارفة رسائع كدخل على الفم دياله ولكن هي كتشوف أنها مدارت شي شيء حاجة كبيرة اللي غادي توصل لهذا المواصل هادو هنا ناس اللي كي عارفوا الموظف وكذلك يعارفوا الفنانة كريمة غايت اللي يحاولوا يدخلوا ببناتهم بخيط أبيض وقنعوا الموظف أنه يتنازل لهذا المحضر هذا بكون أنها مشهورة وبكون أنها ما كان شي كتقصد إلا أنه منشف دماغ دياله موصر أنها تحبس وأنه ياخد حقه منه كيف حل مثلا أنه كي عارفة من زمان وهو يلا أول مرة شافه وما بينا تمتشي معرفة سابقة النص القانوني راه واضح كينات تلسنتين ولكن القاضاء عنده تفريد العقاب عنده آلية خراء عنده آلية ديال ديال الظروف تخفيف عنده يقدر يقدر حيث يشوف لنا المتام عنده ضمانات الحضور يقدر 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 مفحالة صارح بكافلة لأن التسريبات خرجت من ناس مختصين وكذلك شهود عيان اللي كانوا تمك حاضرين اللي كيقولوا أنها غير كتكذب وفعلا كانت في ورطة وكانت كتغوت وكانوا ناس مجموعين وكانت مشكلة كبيرة وقعت في المطار تقدر توصل للسنوات هذا حسب ما جرى به ما جرى به العمل أما النص القانوني فهو نصره واضح ورا فيه العقوبة قد تصل إلى سنتين وهي كتحاول ما أمكن أنها تحل هذه المشكلة بسرية تامة وبعيد على الأضواء فالله يحل هذه الحريرة اللي وقعت راسا فيها والله سبحانه وتعالي يدر للي فيها الخير تل هنا كان مصلا لآخر الفيديو كشكرا لكم على الاستماع والسلام عليكم